كثيرة هي الأمور التي تميز البلدة القديمة لكن بلا شك تعتبر أسواقها من أبرز معالمها هي التي بنيت على مدار عصور غائرة في القدم بدءا من العهد البيزنطي وحتى العثماني وكان بناء الأسواق والمحل التجارية ضمانا لبقاء وصمود أبناء المدينة فيها وضحيت هذه الأسواق بالحرم القدسي الشريف حيث تتخص كل منها ببيع بضائع معينة الناس التي تأتي على القدس تقل بشكل مضطرد وبالتالي بدأ السوق يضعف شيئا فشيئا المهن التي كانت موجودة في سوق العطرين صارت موجودة في أبوديس وصارت موجودة في العزرية وصارت موجودة في الرام وفي الضاحية وفي كل القرى المحيطة في القدس التي كانت بالأصل كلها تتوافد على القدس وتتوافد على سوق العطرين حتى تشتري منه هنا سوق العطرين الذي يتميز بسقف مقوس يغطي أجزاءه كافة ويعود بنائه إلى الفترة المملكية وأطلق عليه هذا الاسم بسبب مهنة العطارة المغروسة في القدس منذ مئات السنين وتنتشر فيه المحلات التجارية عارضة الأبخرة والبهارات والتوابل والأعشاب الطبية من كل صنف ولون سوق العطرين اليوم نزملوها بغرفة الإنعاش فيش إخبار طبعا للناس فيش فيه رجل بضائع طبعا خفتة أنه فيش طلب عليها الوضع الاقتصادي صوي 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 جدا في السوق هذا طبعا نحن نحكي عن السنين هاي إذا بدأتكلم عن السابق كان سوق العطرين سوق كويس التجار هون مش قادرين يقوموا بمصاريف محلاتهم يعني كتير من المحلات عمالة بتسكر وما زال وسستمر الوضع على هذا يعني أبدا تصور كمان ستين ثلاثة رح يكون أضعاف المحلات المساكري يتسكر أكثر منه كيف يبلغ عدد المحلات التجارية في سوق العطرين ما يقارب سبعة وسبعين وتحاول سلطات الاحتلال وأذرعها منذ سنين السيطرة على السوق عبر تقديم عروض مالية للتجارة ومن خلال ملاحقة أصحاب المحال بصوت الضرائب والحجوزات نهيك عن الملاحقات اليومية لهم من قبل البلدية مما دعا الكثير من التجارة إلى تغيير البضائع المعروضة لتلبية احتياجات المستهلكين وعدم الاستكفاء بمهنة العطارة رغم ما يتعرض له التجار هنا في سوق العطارين إلا أن أبواب حوانيتهم لم تزل مشرعة لاستقبال المتسوقين فهنا قلب القدس النابضي وهنا تسكن تقاطيع التاريخ وهنا يطيب العيش بين الأهل ورفاق الدرب شاء الاحتلال أم أبا؟ لبرنامج القدس راما يوسف قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر